انتهت الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا وعاد الأتراك لمزاولة أعمالهم نتائج الأول من نوفمبر خالفت كل الاستطلاعات والتحليلات بأرقامها فكيف حصل حزب العدالة والتنمية على هذه النسبة من الأصوات؟ حصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 4.5 ملايين صوت إضافي في الانتخابات فانتزع مليوني صوت من تلك التي حصلت عليها الحركة القومية في الانتخابات الماضية بسبب عدم موافقتهم على المشاركة في حكومة ائتلافية حين ذاك وكسب مليون صوت إضافي من جنوب الشرق تركيا فالنزاعات المسلحة بين الشرطة وحزب العمال الكردستاني أثرت على النتيجة وفي شوارع أنقرة فوجئ الناس بالنتيجة وتراوحت الآراء بين التشاؤم والتفاؤل أنا لست سعيدا بنتائج الانتخابات تركيا عادت سنوات إلى الوراء بفعل الأحداث التي تعصف بها ما حصل هو الأفضل لتركيا لقد أعطيت فرصة للأحزاب لدخول ائتلاف حكومي لكنهم رفضوا ولهذا لا بد من حكومة أغلبية الانتخابات تركت تركيا اليوم أمام امتحانات واستحقاقات عدة على المديين القريب والمتوسط ونتائج الأول من نوفمبر أعطت الضوء الأخضر للحزب الحاكم لبدء مرحلة جديدة على مختلف الصعود الاقتصاد والأمن والإرهاب وقضية الأكراد واللجوء السوري قضايا ملقات على طاولة حزب العدالة والتنمية بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة أزمات ستبقي تركيا في دوامة لاستقرار في حال استمرت الأوضاع على حالها سلمان العنداري سكاي نيوز عربية أنقرة